جلبوا مدنيين لمشاهدة تعذيب ناعرات شهادات صادمة لمعتقلين من غزة لدى الاحتلال حيث حول الجيش فقرات تعذيبهم إلى فقرات استمتاع للإسرائيليين إذ كشف المرسد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان من شهادات أو كشف عن شهادات تؤكد أن جيش الاحتلال دعا مدنيين إسرائيليين لحضور جلسات التحقيق مع أسر فلسطينيين وتلقى المرسد شهادات صادمة من الأسر والمعتقلين الفلسطينيين الذين تم إطلاق صراحهم مؤخرا إذ أكدوا أن الاحتلال استدعى مدنيين يتراوح عددهم في المجموعة الواحدة من عشر إلى عشرين شخصا لمشاهدة عمليات التعذيب وأضفت الشهادات أن الأسر تم احتجازهم في مراكز اعتقال في منطقة زكيم وفي سجن النقب حيث تعرضوا للضرب بالهروات المعدنية وعصي الكهرباء وتعريتهم وصب الماء الساخن على رؤوسهم وذكر المرسد الأورو متوسطي أن هذه هي المرة الأولى التي يكشف عن هذه الممارسات غير القانونية بتنفيذ التعذيب على مرأة من مدنيين إسرائيليين وأيضا السماح لهم بتوثيقها بهواتفهم وهم يسخرون وشدد المرسد على الوضع القانوني المأساوي الذي يتعرض له المعتقلون الفلسطينيون داخل القطاع حيث يخدعون لاحتجاز تعسفي دون توجيه أي تهم لهم أو عرضهم على القضاء وأجدد المرسد دعوته للجنة الدولية للصليب الأحمر لتفقد مراكز وسجون احتجاز الأسرة والمعتقلين الفلسطينيين والتحقيق في الانتهاكات والجرائم المروعة التي يتعرضون لها والكشف عن مصيرهم فورا فيما أشار إلى أن الممارسات الإسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطينيين تتعارض مع المواثيق الدولية والأعراف الدولية خاصة اتفاقية جونيفر الرابعة التي تجرم الإخفاء القصري والتعذيب والاعتداء على كرامة الإنسان وهذه الجريمة الجديدة تضاف إلى سجل طويل طبعا من الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون على يد الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة وفي المناطق الفلسطينية الأخرى ترجمة نانسي قنقر